في السيكشن ده هنتكلم عن الارث روبودز والارث روبودز كنا بنقسمها لتلاتة كلاسز او تلاتة جروبز اول جروب كان الانسكتا اللي هو الحشرات الاركنيد العنكا بوتيات والكراستيكا اللي هي الكشريات الانسكتا كان عندي فيها الموسكيتو اللي هو البعود الفلايز اللي هو الزباب والبقز اللي هو البق واللايز اللي هو الامل والفليز اللي هي البراغيت تمام اول حاجة في الموسكيتو احنا عندنا اللايف سايكل بتاعة الموسكيتو بتبقى ادلت الادلت بتضع اجز الاجز بتفقس ويطلع منها لارفا اللارفا بتتحول لحاجة اسمها البيوبة والبيوبة تكبر وتتحول لادلت وهكذا مفروض احنا نتكلم شوية عن الادلت عن الاجز عن اللارفا ونعرف مواصفات كل حاجة منهم يبقى اللايف سايكل بتاعتي بتبتدي بالادلت الادلت بيضع الاجز الاجز تتحول لارفا لارفا تتحول لبيوبة والبيوبة بعدين تتحول لادلت مرة تانية اول ادلت عندنا هي الادلت في ميل انافلس الادلت في ميل انافلس عبارة عن هيد وعبارة عن وينجز الهيد اللي هي راسها فيها ايه؟ فيها تو ايز عندها عينتين تو لونج انتيني تو لونج انتيني اللي هما كورون استشعار بتاعتها بتبقى طويلة اهو طالعين من الاي وعندها تو مجزلاري بالب عندها اتنين maxillary pulp الوينجس بتاعتها بتبقى spotted من قطة ال spotting بتاعتها بتبقى حتى dark بحتة pale حتى dark بعدها حتى pale وهكذا زي ما احنا شايفين في الصورة هو عبارة عن alternating dark and pale skills يبقى ده مين ده في ال adult female anophilus ال adult female anophilus الهد بتاعتها فيها two eyes two long antenna two maxillary pulps والproposus اللي هو الماؤس الوينجس بتاعتها بتبقى spotted عبارة عن alternating dark and pale skills ده ال adult female anophilus ال adult female anophilus الهد اه بتاعتها ال female بتبقى عندها maxillary pulp proposes on ال antenna with spilus here يعني مشعرها تمام الانتني الكوروني الاستشعار بيبقى طالع منها شعر او هي مشعرها ده بالنسبة لل يبقى كده ده ال adult female anophilus two عندها proposes two eyes في الهد بتاعتها و two maxillary pulp و عندها two antenna ال adult female calyx زي ال anophilus برضو two eyes و proposes و two antenna و piles hair و two maxillary pulp بس هنا ال abdomen بتاعتها بتبقى long و slender abdomen تمام الفرق ما بينها و ما بين ال adult female anophilus ان ال wing بتاعتها مش spotted تمام وال maxillary pulp بيبقى very short صغير جدا او قصير جدا اهو اللي هما الحاكتين الميديا اللي هل قصيرين جدا على عكس ال anophilus كان هناك long تمام الجناح بتاعتها ما فهوش مش alternate dark and pale scales لا هو not spotted اصلا ما لهوش اي spotting مش منقط يبقى الفرقة في ال wing وفي المaxillary pulp المaxillary pulp في ال anophilus كان long اما في ال keyolix لا short ال wing في ال anophilus كانت spotted اما في ال keyolix not spotted تمام ده الفرق اهو دي اهي ال anophilus female anophilus ودي ال female keyolix adult female anophilus adult female keyolix تمام ده كده تكلمنا عن ال adult ال adult قلنا بتضع اج بقى هنتكلم عن ال anophilus اج ال anophilus اج بتبقى slipper shaped شبه شبه الشبشب كده تمام ولونها بني فاتح light brown وعندها حاجة اسمها air cells on either side ان هما الحاجات اللي شبه الفقاعة اللي على الجنبين دي اسمها ال air cells يبقى ال anophilus تكلمنا عن ال adult ال اج بتاعتها عايزة عارف ان هي slipper shaped light brown لونها اه بني فاتح وعندها on each side عندها air cells طيب ده بالنسبة ل ال anophilus طيب ال اج بتاعت الكيوليكس بتبقى عبارة عن group of اجز مجموعة من ال اجز segmented together يعني لازقين في بعض تمام لونهم يوليش براون يبقى دي light brown ودي يوليش براون يبقى كده ال اج بتاعت ال anophilus وال اج بتاعت الكيوليكس عندي بقى تالت ما تكلمناش عن ال adult بتاعت الايدس بس هنتكلم عن ال اج بتاعتها ان هي spindle shaped شبه او مغزالية الشكل ولونها اسود black in color ده ال اج بتاعت الايدس تمامي يبقى اللي تكلمنا عن ال adult وال اج بتاعتها كمان هنكمل اللارفة بتاعتها هي الكيوليكس والانافلس اما الايدس عندنا الايدس بتاعتها بس ان هي spindle shaped و black in color ده كل الايدس اهي الانافلس والايدس اج والكيوليكس الكيوليكس مميزة قوي بتبقى مجموعة من الايدس مع بعضها cemented مع بعض لازئين في بعض تيجي بقى نتكلم عن اللارفة احنا قلنا بتبقى فيه adult اللارفة بتبقى عبارة عن body والbody ده بيبقى متكون من head وسوريكس و abdomen عبارة عن 9 segment 9 9 اجزاء او 9 قطع تمام البostero end بتنتهي ممكن يبقى فيها حاجة اسمها syphon او ما فيهاش يعني ايه syphon syphon ده بيبقى organ of respiration تمام ممكن في بعض الموسكيتوز التانية بيبقى اسمه respiratory spiracles بتبقى عبارة عن blades برضو بتعمل منها respiration او بتقوم بيها من عملية respiration يبقى اللارفة بتاعت الموسكيتو بتتكون من body البادي عبارة عن head وسوريكس وتيل عادي جدا والpostero end في نهايتها من ورا بيبقى ممكن يبقى عندها syphon اللي هو عبارة عن organ of respiration او ما عندهاش تمام عندي ده الموسكيتو larva الانوفلس ما عندهاش syphon تمام عندها بدل syphon respirator spike spiracle ده بيبقى موجود في abdominal segment لانحنا قلنا عندها 9 segment segment رقم 8 بيبقى فيها ال spiracle طيب نحفظها A A يعني مفيش يبقى no syphon يبقى الانوفلس A اولها A يعني مفيش no syphon الكيوليكس لأ كيوليكس فيها حرف ال L فالsyphon بتاعها long narrow syphon كيوليكس فيها حرف ال L يبقى الصيفون بتاعها long وNaru الايدس فيها حرف D يبقى الصيفون بتاعها brood تمام short brood syphon بقى دي حاجة كده نعلمها يبقى اللاربة بتاعت الانوفلس A مفيش يبقى no syphon عندها بدل syphon respirator spiracle بيبقى موجود في abdominal segment الكيوليكس فيها حرف ال L الصيفون بتاعها يبقى long narrow syphon aides فيها حرف D فالsyphon بتاعها short and brood syphon تمام ده كده بالنسبة للاربة بتاعت الموسكيتوز المختلفة ده كده خلصنا الموسكيتو ترجمة نانسي قنقر